يواصل وباء كوفيت 19 تسجيل حالات إصابة جديدة في اليمن مع وصول العدد الإجمالي إلى عشر حالات توفيت منها ثلاث في عدد من المحافظات السلطات المحلية في تعز أصدرت تعميماً بإغلاق جميع منافذ المحافظة ومنع دخول الوافدين مع عدل بضائع والسلع الغذائية والالتزام بآلية وصول البضائع من قبل لمكتب النقل ورغم مرور أيام على صدور التعميم وتسجيل أول وفاة بالوباء في المدينة إلا أن مستوى تنفيذ القرار لا يرقى لحجم الخطر الذي تواجهه المحافظة فالأسواق لا تزال مفتوحة وكذلك المساجد وغيرها من نقاط التجمع التي يحتمل أن تكون بؤر لتبادل الفيروسات والإصابة بها منظمة الصحة العالمية قالت أن فيروس كورونا يحتمل أن يؤثر على أكثر من نصف اليمنيين وبينما تسود حالة من القلق جراء الانتشار السريع المحتمل للفيروس أغلقت عدد من المستشفيات أبوابها في وجوه المرضى بسبب عدم قدرتها على تأمين الحماية الكافية لطواقمها الطبية وبقية المرضى بأدوات السلامة والوقاية من العدوى وقالت منظمة الصحة العالمية إنها بصدد تقديم أربعمائة جهاز تنفس صناعي جديد إضافة لقرابة مائتين وخمسين جهازا تم تقديمها سابقا وبحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فسيظل مرض كوفي 19 يشكل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبع مخالطيها على النحو السليم حتى وإن كانت حالة واحدة